من اللي أنا شفته في ماتش أعظم معظم الماتش إحنا كنا أقوى شوية من في الماتش نفسه كنا أقوى بس من كورة لكورة طبعا كان بيبان قوة المنطقة المصري وكان فيه هجمتين من الهجمتين قوية جدا بعد الهجمتين دور كان بيترد عليهم بهجمتين برضو بنفس القوة بس وصلنا أن الماتش كان جميل جدا اللي أنا عايز أقوله أن في الكاميرون كنا دايما بنلعب أن نحن نتفادى كل الأخطاء ما يبقاش فقط أن نحن بنجري ورا الكورة ونشوف عن شوط الكورة إزاي بس إحنا كنا دايما بنلعب على أن نحن نتفادى الأخطاء بتاعة اللعيبة وطبعا ده اللي كان دايما بيخلينا نبقى بنلعب لحد آخر عشين ديئة بحيث أن نحن نحاول نحن نجيب الأهداف دايما في خلال الماتش وطبعا المنتخب المصري كان منتخب قوي جدا عندهم لعيبة قوية جدا وفي لعيبة بيلعبوا بقالهم كتير جدا فمنتخب مصري منتخب قوي جدا منتخب عنده خبرة كبيرة فاهم يعني إيه ماتشات دولية فاهم يعني إيه ماتشات بطولة أفريقيا وطبعا كابتن صراحه بعض اللعيبة القوية جدا في المنتخب كانوا دايما بيعملوا خطورة كبيرة جدا على منتخب الكاميرون بس طبعا لعبنا وكننا بنلعب وإحنا مبسوطين من اللعبة الكورية نفسها وطبعا مع كل اللعب كنا دايما بنحاول نتكلم اللعبة نقول لهم لازم نجيب أحسن اللي عندنا لازم نشوف أفضل حاجة ممكن نجيبها على أرض الملعب علشان نكسب هل في الفترة الأخيرة كنت تلقيت أي عروض رسمية لتدريب منتخب مصر؟ أنا هكون جاد للغاية مع كل اللي احترام أنا ما جاليش أي عرض بالـ من حوالي في شهر ستة أو شهر سبعة في حد يكلمني ما فيش حد كلمني مباشر بس أنا سمعت أقاويل بس ما فيش حد جاي كلمني بصفة خاصة لأن طبعا ده منتخب مصر فأنا لازم احتاج أن في حد لازم يكلمني بطريقة عن طريق شخصي مش عن طريق أسمع حاجات من بره وخلاص فطبعا لو كان فيه أي طريقة لأن حد يوز تواصل معي بطريقة مباشرة طبعا كان ممكن يبقى فيه أمل أن أنا آجي وأضرب المتخب المصري لأنها داية فرصة كبيرة جدا بس طبعا أني أخد قرار زي دا وطبعا القرار اللي اتأخد أن كابتن خوي فيتوريا هو اللي ييجي يتدرب المتخب المصري ده شيء كبير جدا ده مدرب كويس جدا وهو يقدر أنه هل هو يقدر أنه هو يدرب المتخب المصري ويوصل مع المناطق كويسة أيوة طبعا هو يقدر أنه هو يعمل كده هو مدرب كبير جدا وده جزء من شغله أنه هو بيشتغل دايما على أنه هو يكسب فطبعا هو دلوقتي أنا شايف أنه بدأ شغله فعلا في مصر بدأ يكلم مع المدربين في مصر وبدأ يكلم مع اللعيبة فبالنسبة لي ومش بس بالنسبة لي بالنسبة للكور عامة هو بيعمل شغله كويس جدا وبالتوفيلي وبالتوفيلي ترجمة نانسي قنقر